نزام جديد من الفيفا لفرجاني ساسي بالرجوع للزمالك وكل جمهور الزمالك اللي طالع على موسماني بيقوله بيقوله موسماني خدني الكوافير موسماني كلفني كتير ان شاء الله هنوصلوا معنا في الفيديو بقول نصلى عن نبي عليا أفضل الصلاة والسلام وإذا ما كنت اشتركت في القناة تشترك وتبقى ضيف دائما عندنا ويرت لايقات كتير للفيديو عشان توصل لكل الناس أنا طمعان فيكم طمعان في قرامكم انكم تدوني تعلوا اللايقات في الفيديو شوية ان شاء الله نبدأ مع بعض الفيديو ويبهركم كل اللي هتشوفوه فيه في الجاني ساسي صدر قرار النهاردة من الفيفا بالموعيد الدولية لانتهاء الموسم في كل الدول العالم قرار صدر النهاردة من الفيفا موعيد بتاعة انتهاء الدور بكل سنة الموعيد قدامكم هي هتلاقوا ان المعاد بتاع منتخب مصر انتهاء الفترة الدولية هيبقى عشتين تمانية عشتين تمانية انتهاء الموسم في مصر وبالتالي وده العقد بتاع فرجان الساسي هتشوفوه عقد فرجان الساسي بيقول ان لازم ينتهي عقد فرجان الساسي مع نهاية الموسم وبالتالي من حق الزمالك انه يطلب فرجان الساسي يرجع ويكمل معاهم الموسم فكده اللي انا اعرفه شخصيا واللي بقى راع عن فرجان الساسي انه راجل ملتزم راجل بيلتزم بالقوانين وبيلتزم بكل حاجة فغالبا يرجعنا لحكاية تانية اهم من ده كله ان فرجان الساسي حتى الآن لم يمضي عقد ما مضاش عقد وفيه كلام كتير عليه على عقده كلام كتير عليه على عقده مع الريان القطري والدحيل انا قدت من حوالي سنة قلت يعني كان في شهر يناير اللي فات لما كانت الاهل بيلعب بيلعب كاس العالم للاندية قلت انه مضل الدحيل بعد ما عقده انتهى فغالبا كان الكلام كده بعد كده اتضح انه مدرب الدحيل نفسه ممكن ما يكونش عنده رغبة فيه والريان عنده مشاكل مشى اللعيب بتاعه اللي اسمه قوم اللي هو كان هيجي بدأك المفروض يمشيه والحد الوقت اللعيب ممشيش حتى زمالكوية بيقوله لو قوم ده ممشي احنا هنجيبه عندنا ويبقى لعيب في الزمالك فالحد دلوقتي يقصد فرجان الساسي مع الزمالك لم تنتهي لم تنتهي بقى دي ترجع لتفكيره هو اذا ملقاش عقده هيرجع الزمالك ويكمل في الزمالك بس لازم في الوقت ده تصرف دارة الزمالك بيحترافية شوية وانها ما تخضعش له ظروفه ما تخضعش له شروطه لانها لو خضعت لشروطه يبقى بتحط كل اللعيبة في مهاب الريح كل اللعيبة هتشوف فرجان الساسي بياخد مبلغ كتير زي ده على اقل خالص هقول بن شرقي لما يشوفه هياخد مبلغ زي ده لما ييجي بن شرقي بعد كده جدد هياخد نفس المبلغ وانا اظن كتير ان المبلغ ده كتيرة جدا على الاندية على الاندية كبيرة وعلى الاندية صغيرة انها تديها اللعيبة ده رأي الشخص وقلته من كلام وقلته من زمان ان اللعيب المصري لا يستحق اكتر من خمسة مليون جنيه ولو جي لعيب اجنبي هنزق شوية يبقى عشرة مليون جنيه في السنة ده اذا كان لعيب اجنبي ومحترف لانه بيصرف هنا وبيدفع فلوس وبيعيش شتنك فده كان رأيي الشخصي في مسألة فرجان الساسي فحتى الان موقف فرجان الساسي ما اتضحش واحتمال كبير واحتمال كبير وانا بقولها هو انه يرجع الزمالك بس هيرجع الزمالك ازاي هو ده اللي لازم يكون فيه تصرف من ادارة الزمالك فيه نرجع تاني ساني بقى لموسيماني خدنا القوافير وموسيماني كلفته كتير حتى الان بالنسبة للزمالكوية وخصوصا للقبار بتاعهم زارد عبد العال وخالد الغندور وكل الزمالكوية واحمد عيد فيه واحد اسم احمد عيد موجود دايما تلقاه على تويتر بيكلموا عن موسيماني دايما بيتهمهم موسيماني انه مدرب على قده مدرب مش محترف مدرب مش قد النادي الاهلي مدرب مالوش اي قيمة مدرب اضعف النادي الاهلي بيلعب دفاع انا من الناس كنت تتكلم عن موسيماني انه بيلعب دفاع ما شافوش هم الانجزات اللي عملها موسيماني ما افتقروش خالد الغندور وهو بيصوته وابنه وبيقول لك اه احنا خدنا تعشين على كده على بطولتين ماني اللي هم بيتكلموا عنه وبيقولوا انه مدرب مش قد الاهلي حتى الان وهو متولي البطول وهو متولي قيادة فريق النادي الاهلي في اخر الموسم اللي فات لحد دلوقتي هو عامل خمس بطولات وخمس بطولات كبيرة وهما كانوا منفسين فيها وخسروا منها اول بطولة يعني ثلاث بطولات هما كانوا مشاركين فيها وخسروها اول بطولة الدور العام جاء خد الدور العام وكان تكمله لفايلر وبعد كده خد دورة ابطال افريقيا منهم من ايديهم وبعد كده خد كاس مصر وبعدين خد جاء خد تلت كاس العالم وبعدين خد بطولة افريقيا وحاليا ان شاء الله هيوصل نهائي بطولة افريقيا وبإذن الله ياخد البطولة السادسة ده مسيماني اللي بيتكلموا عنه الراجل محقق كل البطولات الاسلام حتى الان لم يخسر بطوله ممكن يكون خسر ماتش لكن مخسرش بطولات اهم حاجة البطولة احنا مش بندور على ماتشاط احنا بندور على بطولات فمسيماني اللي بيتكلموا عنه مخسرش ولا بطولة شارك فيها مع الاهلي وكان مع صاندونز اقوى من كده ما خرجوش برضو الا الاهلي فهم اتنين التقوا ده غير ان انا وما زلت بشيت بيها وبشهد بيها ماتشو مع التراجي التراجي فريق قوي ازاي ما بيقولوا فريق عنده قوة جدا انه يلعب وفريق عنده مهاجمين افزاز بجد مهاجمين افزاز وكان ناقصهم طه ياسين الخنيسي بس المهاجمين ورغم كده الاهلي باسلوبه وبلعبته قدر ان يفرض اسلوبه عليهم واحد زي احمد توفيق واحد زي حمد فتحي اللي كان بيلعب مدافع قدام كأنه ليبرو او استوبر كان بيوقف اللعيبة فكل دول لعيبة فرضهم مسيماني على اللي بيتكلموا واحد زي رض عبدالعالم ما بيتكلم بيقول لك ريتنا انا كنت ضربت الاهلي قدام قال لك يا ريتنا انا كنت مكانه اعرف انه كدام انا عايز اخد المكان ده فبقول علي اي كلام وهو فيلسوف فيلسوف الغبرة الغبرة هو فيلسوف الغبرة بيقول اي كلام وخلاص عايز تزهر نفسه بالصورة وخلاص طبعا انتم سبت نادي طنطة المفروض لو عندك امكانيات فنية قد تقدر تتخلي نادي طنطة ده ما يهبطش وطبعا بيتكلم دلوقتي اسل العيبة مشت من عندي اسل العيبة قعدت في طنطة كلام لا يعني طنطة ده السنة اللي قبل اللي فاتت كان بيلعب في الدوري العام المصري فهي بدلوقتي طنطة نزل للدرجة التالتة كمان ده علاقين دين رضا عبد العالم خالد الغندور يعني عايز يبان وخلاص بتاخد مزيع في قناة نادي الزمالك عاملينه مزيع فيها ومالكة المشادي عيسى ده معروف اللي بيشتمه اللي كان بيطلع عليه يشخط فيه مرتدى منصور ويقول له اسكت يا ولد والكلام ده كله دلوقتي بيكلم وبيدافع عن رجوع مرتدى منصور اي واحد زمالكوي بقى يفكر شوية لما هم طلبين دلوقتي فلوس كتيرة من الزمالكوية يتبرعوا بيها ما يسألوا شوية عن مجموعة كده من الفلوس وكتنا مكلم عامل فيديو ومكلم عن الموضوع ده الفلوس اللي تلمت للنادي الجديد في اكتوبر وما تعملش فيه اشياء لحد دلوقتي ودي فلوس المفروض لوحديها مش مع مجلس ادارة نادي مش تخش في النادي ده لا دي للنادي التاني راحت فيه الديون الكتيرة اللي عنانات الزمالك في اللعيبة من اللي جابها وجات ليه ومن المسؤول عنها الديون دلوقتي اللي بتوصل في الزمالك لمليار ونص مليون جنيه مليار ونص مليون جنيه ديون على مجلس الادارة السابق سبكم من المجالس اللي قاعدت تلاتة شهر وبتاع لك اللي قاعد قدلو سنين دوت عايز يبني نادي ويعمل نادي كبير ويظهر للناس وفي نفس الوقت ضيع امكانات النادي والنادي عليه ديون الكتيرة ودلوقتي بقى مطلوب مننا ان احنا نتحمل رئيس النادي ده انه يجي رئيس نادي تاني عشان يطلع كل يوم يشتم في اللعيبة ويشتم في اهل اللعيبة ويشتم في الادارات ويبتهم الناس زي ما هو دايما بيتكلم عن موضوع السعاد مع انه هو نفسه اعترف انه ترك الشيخ نفسه اداله مليون دولار وهو احطوهم في النادي طب ما هو دي فلوس زيها زي السعاد بل بالعكس اددك فلوس الفلوس اسوأ وبعدين هم الناس لما اخدوا السعاد رجعوها الناس نفسه لما اخدت السعاد رجعيتها قالت دي مش فلوس لنا ده مش من حقنا ده من حق النادي ورجعوها للنادي فانا عايز ايزة ملكاوة يروح يتبرع للنادي وعنده ابنه هاتله بيه لعبة هاتله بيه يعني ما اتبصوش انا قلتها كذا مرة ما اتبصوش لرجال الاعمال اللي عايزين يتبرعوا عشان يزهروا في الاعلان وبيشلوها اصلا من الضرائب يعني الدولة هي اللي بعتها لما رجعوا الاعمال بيدفع ده مش هو اللي دافع ده الدولة هي اللي دفعها لان المفروض الديون دي كان يتفحها ضراب للدولة بيلوم لأ ده انا اتبرعت للزمالك بمليون جنيه شلوهم لمن الضرائب بيبقى الدولة هي اللي متبرعها القصة كبيرة والمشاكل بتاعتنا دي الزمالك لازم يتشاف من اللي كان وراها ولازم يبقى فيه تحقيقات عبل الانتخابات انا بقوله كتير وما حدش خد به ارجو بقى ان الفيديو يعجب حضراتكم ياريت بقى تسعدوني بلايكات كتير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدم الناس وياريت لو كان عجبتك القناة تشترك وتبقى ضيف دايما عندنا اشكركم وتمنى دايما اشوفكم في كل خير انتو وقصاركم الكريمة ودايما فصحة وعافية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة